الموعد والاقتصادي من قناة الجزيرة الدولية أهلا بكم وهذه أبرز العنوين التضخم وشبح الركود يدفع بالعملة الأوروبية لانهيار تاريخي اليورو يتراجع دون مستوى التعادل مع الدولار الأمريكية لأول مرة على الإطلاق واشنطن تتوقع ارتفاع سعر النفط على 100 إلى 140 دولار للبرميل في حال فشل مجموعة السبع في الاتفاق حول تسقيف سعر الخامة الروسي تدفقات الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر السيلة شمال واحد تنخفض إلى السفر فرنسا تصف القطع الكلي للإمدادات بالسيناريو الحتمي والوشيك روسيا توسع لطاقة سعر صادراتها بالعملة المحلية وتتاجه لبيع الغاز الطبيعي المسال بالروبل وفي روبرتاج النشرة تتابعون مع تعطل إمدادات الغذاء من البحر الأسود تونس تطلق خطة للتحرر من التبعية للخارج لضمان حاجيتها من القمح الصلو أهلا بكم إلى تفاصيل في المستهى الهوى اليورو الثلاثاء دون مستوى التعادل مع الدولار لأول مرة على الإطلاق وتراجعت العملة الأوروبية دون تسعة وتسعين سنة أمريكيا بفعل مخاوفة من تفاقم أزمة طاقة التي تدفع منطقة اليورو إلى ركود إلى جانب ارتفاع العملة الخضراء قرابة الخمسة أشهر عن شروع الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع سعر الفائدة وثلاث زيادات متتالية في تسعير الدولار تعد الأعلى منذ ثلاثين عاما العملة الخضراء تحلق عاليا قرارة متتالية كان الدولار في مقدمة المستفيدين منها فارتفعت العملة الخضراء لتسجل مستوى قياسيا جديدا منذ عشرين عاما مقابل سلة من العمولات الستة الرئيسية أبرزها اليورو الذي ظل متفوقا على الدولار لسنوات لتتساوى العملتان أخيرا لأول مرة منذ الفين واثنين الدولار القوي لم يهزم فقط اليورو بل ارتفع أيضا مقابل الينا الياباني لأعلى مستوى منذ أربعة وعشرين عاما وذلك بعد أن عززت مخاوف النمو العالمي الدولار كملاذ آمن على نطاق أوسع ويأتي هذا الصعود وسط عملية شراء مكثفة للعملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ومتاح في سوق صرف العمولات الأجنبية بحسب وولستريت جورنال وعززت بيانات الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة وتصريحة بعض أعضاء لجنة السياسات النقدية الأمريكية من احتمالات رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية مرة أخرى بمقدار خمسة وسبعين نقطة أساس خلال اجتماع هذا الشهر من قوة الدولار تحركة الفيدرالية الأمريكية عززها أيضا تأثر الاقتصادة الأوروبية بتداعية الحرب في أوكرانيا مع تهديدات بتلاشي مصدر 40% من حاجيتها الغازية وبلوغ معدلات التضخم أعلى مستوى لها منذ تأسيس منطقة اليورو ما يهدد الكيان النقدي المشترك بالدخول في رقود اقتصادي ويدفع بالمركزي الأوروبي لرفع نسبة الفائدة لأول مرة منذ عقد من الزمن صنف وزراء مالية منطقة اليورو محاربة التضخم كأولوية رغم تراجع النمو في المنطقة في وقت أظهرت بيانات مفوذية الأوروبية توقعات اقتصادية متدهورة وفي اجتماع دوري لما يعرف بمجموعة اليورو قدمت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تحديثا لتوقعاتها الاقتصادية يظهر تباطؤا في النمو وزيادة في التضخم وحذر مفوذ الشؤون الاقتصادية باولو جانتيلينو من تزايد المخاطر على الاقتصاد بينما قد تقطع روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا وقال إن بروكسل قد تتبنى عدد من التدابير لتقليل ضغوط التضخم من واردات الغاز بما يشمل تسقيفا للأسعار النمو الاقتصادي أثبت أنه مارين تماما هذا العام ومع ذلك يمكن أن توقع بعض المراجعة التنازلية وأكثر من ذلك العام المقبل لأن العديد من الشكوك والمخاطر لا تزال قائمة ولسوء الحظ يستمر تضخم في الاتجاه التصاعدي كشف وزير المالي الياباني شونتيتشي سوزوكي عن إطلاق أهلية تشاور مشتركة بين توكيو وواشنطن لمواجهة ما أسماه تقلب أسعار الصرف في أعقاب خفاض اليان لأدنى مستوى له أمام الدولار منذ 24 عاما لقد أجرينا مناقشات حول قضية العملة اتفقت اليابان والولايات المتحدة على أن التأثير الاقتصادي للحرب في أوكرانيا قد أدى إلى تقلب أسعار الصرف وهو التأثير سلبي على الاقتصاد والاستقرار المالي وسوف نستمر في إجراء حوار وثيق بشأن سوق العملات تماشيا مع التزام مجموعة السبع ومجموعة العشرين بالتعاون بشكل مناسب في قضية العملة هذا واتفقت وزيرة الخزانة الأمريكية جاني تيلين أو وزير المالي الياباني شونيتشي سوزوكيا ثلاثاء على التعاون لمواجهة تداعية الحرب في أوكرانيا وتعزيز التجارة الحرة والطاقة المستدامة والأمن الغذائي وتزور إيلين توكيو لإجراء محادثات قبل اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في جزيرة بالي الاندونسية والمقرر في وقت لاحق من الأسبوع الوزيران اتفقى على إطلاق تحرك مشترك لمعالجة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة مع تعزيز التعاون لبناء سلسلة توريد أقوى وفق تعبير نص البيانة فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي والاقتصادين الياباني الأمريكي فقد اتفقنا على الاستجابة بشكل مناسب لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وأزمة الغذاء التي تفقمت بسبب الحرب في أوكرانيا والتعاون الوثيق مع البلدان التي تشترك في نفس القيم لبناء سلسلة توريد أقوى وتعهد اليابان والولايات المتحدة الأمريكية في بيان المشترك بدعم الجهود المبذولة لمتابعة تسقيف سعر النفط الروسي وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية إن واشنطن وطوكيو أعربتا عن قلقهما من فرض السقف للسعر منخفض للغاية لكنهما لم يرفض نطاقا سعريا محتملا بين 40 إلى 60 دولارا للبرميل توقعت وزارة الخزانة الأمريكية ارتفاع أسعر النفط إلى 140 دولار للبرميل في حال الفشل في فرض سقف مقترح لسعر الخام الروسية إنني أتطلع إلى البناء على هذا العمل من خلال المناقشات اليوم لمتابعة الاتجاه الذي اتخذه قادة مجموعة السابعة لدراسة حد أقصى للسعر من شأنه أن يحرم بوتر من عائدة تمويل جيشه مع المساعدة أيضا على معالجة تأثير ارتفاع أسعار الطاقة في العالم أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ودول مجموعة السابعة تدرس إمكانية وضع حد للسعر النفط الروسي بالتشاور مع دول أخرى وفي وقت سابق خلال إجاز في البيت الأبيض قال مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القوي جيك سوليفان إن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة في هذا السياق هو خفض عائدات النفط لروسيا دون التأثير على المستهلكين في محادث محطات الوقود وفشلت الدول الغربية في التوصل إلى اتفاق للحد من إرادات روسيا من صادرات النفط والغاز سواء من خلال فرض حضر على النفط بما في ذلك من قبل الاتحاد الأوروبي أو من خلال الرفض الطوعي للشركات الأجنبية الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء مجموعة السبع يدرسون بشكل مكثف وضع سقف لأسعار النفط الروسي ويتشاورون مع دول ثالثة وقد كلفوا وزارات المالية والطاقة للمضي قدما في الاقتراح الهدف الرئيسي للولايات المتحدة من تسقف سعر النفط الروسي هو خفض عائدة النفط لروسيا يجب أن يتم بأقل قدر من التأثير على المستهلكين في محطات الوقود تراجعت أسعار النفط الثلاثاء بعدما أثر فرض قيود جديدة لاحتواء كوفيد-19 في الصين والمخاوف من تباطئ الاقتصادي العالمي على توقعات يطلب على الوقود انخفض سعر خام برانتسي قياسي العالمي في عقود سبتمبر المقبل بأكثر من أربعة دولارات لتصل إلى مئة ودولارين للبرميل في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط القياسي الأمريكي في عقود أوت القادم بنحو خمسة دولارات لتنخفض دون المئة أو المئة دولار وسيدعو الرئيس الأمريكي جو بايدن من منظمة البلدان المصادرة لنفط أوبيك إلى زيادة إنتاجها عندما يجتمع مع زعماء دول الخليج في السعودية هذا الأسبوع أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية عن طرح عقود لبيع النفط الخام من الاحتياطية الاستراتيجي وذكرت الوزارة أن أربع عشرة شركة أمريكية ستقوم بشراء النفط من الاحتياطية الاستراتيجي في محاولة لمعالجة اضطراب الإمدادات العالمية ورفع حجم الإمدادات في السوق المحلية والمساعدة في استقرار تقلبات السوق وقرر الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 من مارس الماضي رفرج عن مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر لكبح جماح ارتفاع أسعار النفط انخفضت دفقات والغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا عبر خطي أنبيب نوردستريم واحد إلى الصفر الاثنين مع بدء عملية الصيانة وظهرت بيانات من مشغل خط الأنبيب نقلت وكالة رويترز تراجع حجم تدفقات الغاز الطبيعي من أكثر من 29 مليون كيلوات ساعي صباحا إلى الصفر مساء الاثنين في شأن ضيسلة أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عن اعتقاده أن جميع الاحتمالات قائمة وأنه من الوارد أن تستأنف روسيا إمداداتها من الطاقة ومن الجائز أيضا أن تقطع تدفق غازها عبر السيلة الشمالية لا ينبغي لأحد أن يتجمد لكن الأسر تساهم بنصيبها في الوضعية التي نمر بها وأن الانقطاع الدائم أو طويل الأجل للإنتاج الصناعي له عواقب وخيمة على الاقتصاد ككل أريد أن أذكركم بأن قرار بناء نوردستريم 2 تم اتخاذه في عام 2015 أي بعد عام من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم غالبية وسياسيين الألمان ولكن أيضا الشركات التي كانت سعيدة بأخذ الغاز الروسي الرخيص وكوزير لشؤون الاقتصادية أود أن أقول بجرأة في إدارة الأعمال لا تضع كل بطاقاتك في مصدر واحد لا في التصدير ولا في الاستراد فمجرد تلش ذاك المصدر فسيتم تركك في البرد من جهته وصف وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير القطع الكلي لإمدادات الغاز الروسي في غضون أسبوع قليل أو في غضون بضعة أشهر بالسيناريو الحتمي لومير وفي تصريحة ندلا بها على همش جلسة برلمانية بالجمعية الوطنية الفرنسية لم يستبعد أن تتأثر بلاده بالتوقف الكلي لتدفق الغاز الروسي بحلول الخريفة المقبل أو مع بلوغ الاستهلاك ذروته الشتاء القادم يجب أن نتوقع هذا السيناريو الذي سنواجهه حتما في غضون أسابيع قليلة أو في غضون بضعة أشهر قطع كلي في إمدادات الغاز الروسي مما سيكون له تأثير كبير على استهلاكنا الشخصي وعلى استهلاك الشركات لذا فإن الكلمة الأساسية هي الاستباق علينا استباق ما يمكن أن يحدث ليس على الفور ولكن في سبتمبر أو أكتوبر أو في الشتاء عندما يكون الاستهلاك في أعلى مستوياته لومير كشف عن تسقيف الزيادات المرتقبة في أسعار الكهرباء عند أربعة في المئة في خطوة تواجه المعارضة في الاتحاد الأوروبي بصفتها تنتهك قواعد حرية السوق والمنافسة داخل التكت الكل ينظر إلى فاتورة الكهرباء خاصة من ينتقدها قائلين إن الحكومة لم تفعل ما يكفي مع زيادة بأكثر من 30 إلى 35% وصقفنا زيادة سعر الكهرباء بنسبة 4% لذا كانت الحماية هائلة لقد كان فعالا لدينا الآن أدنى معدل تضخم في منطقة اليورو لأننا تمكننا من احتواء الارتفاع في أسعار الطاقة ثم علينا أن نوجه المساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها في شأن متصل أبدت الحكومة الفرنسية دفع أكثر من 8 مليارات يورو لتأميم شركة الكهرباء العملاقة ADF وأفدت وكالة ريترز نقلا عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين إن تكلفة شراء الحصة البلغة 16% الخارجة عن سيطرة الدولة الفرنسية قد ترتفع إلى 10 مليارات يورو تقريبا عند احتساب السندات القائمة القابلة للتحويل إلى أسهم المصدر ذاته أضف أن باريس تستهدف إتمام الصفقة خلال موسم الخريف المقبل أعلن وزير المالي الروسي أنطون سيلوانوف عن دعم موسكو مقترح مجموعة غاز بروم لتسعير الغاز الطبيعي المسال بالروبل سيلوانوف وفي تصريحاتنا وردتها وكالة نوفانستي دعا إلى توسيع نطاق ممارسة دفع ثمانية السلع المصدر بالروبل إلى أقصى حد ممكن المسؤول الروسي أكد أن قانون الميزاني الجديد يلزم المتعاملين بشراء العملة مقابل عملتها الدول التي تصنفها موسكو في خانة الصديقة معتبرا أن دولار واليورو بالعملات السامية أو على حد تعبير وزيري أو قلب أنها بالعملات السامة على حد تعبير وزيري المالية الروسي ندعم اقتراح غاز بروم لبيع الغاز الطبيعي المسال بالروبل بكل الطرق الممكنة نحن نؤيد تحويل أي صفقات في التجارة الخارجية إلى العملة الروسية في ظل الظروف الحالية هذا عادل شراء العملة بموجب قانون الميزانية إذا تم تجديده يجب أن يتم بعملة الدول الصديقة الدولار واليورو عملتان سامتان للروسيا هذا وأكد سيلوانوف أن إلغاء القيود الغربية المفروضة على روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا سيؤدي إلى انخفاض أسعار الطاقة والغذاء في العالم إلغاء القيود التي فرضها الغرب على روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا سيؤدي إلى انخفاض الأسعار العالمية للطاقة والغذاء وافق الاتحاد الأوروبي الثلاثاء على تقديم المساعدات الجديدة لأوكرانيا تزامنا مع مواجهة كييف أضرارا اقتصادية متزيدة وأعطى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لحصول الحكومة الأوكرانية على قروض بقيمة مليار يورو ما يرفع إجمالية المساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لكييف هذا العام إلى مليارين ومئتي مليون يورو اقترحت المفوذية الأوروبية منتصف ماي الماضي مساعدة إضافية تصل إلى 9 مليارات يورو لأوكرانيا قررت تونس التي تستورد 66% من حاجية القمح من منطقة البحر الأسود وضع خطة للتعويل على إمكاناتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح الصلب وفي وقت تواصل البلاد استيراد القمح الليين لصناعة الخبز تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب المادة الأساسية في الغذاء على مواد دول المغرب العربي بهمة ونشاط كبيرين يزاول منذر نشاطه في زراعة القمح في حقله المترام الأطراف معتمدا على وسائل بداية بسيطة وكله أمل في المساهمة بتحقيق بلاده الاكتفاء الذاتي من محصول الحبوب بعد تعطل الإمدادات القادمة من شرق أوروبا أحنا طالبين من الدولة تشوف الفلاح الصغار هذية ترعيلهم ظروفهم باش يقتنيوا هالمطريال هذية اللي تكلف تعوغالي برش مسعى منذر وغيره من المزارعين يبقى رهينة محدودية الوسائل التقنية وإزالة العراقيل والتدخل الحكومي العاجل لتنظيم الشعبة الاستراتيجية في تونس لو كان الدولة تساهم شوية في هالحاجات هذوما الآلات الفلاحية والأسم ده هذوما عوامل هذوما زوز عوامل اللي ينجموا يطورونا الانتاج وينجموا يشجعوا الفلاح باش يقدم كنا شجعوا الفلاح باش يعاود سنية زرع عشرة اكتارات العام جاي يقول كنا زرع عشري في معركة التخلص من التبعية للخارج في ضمان القوت الأول للتونسيين تعتزم السلطات العمومية توسيع المساحات المزروعة بالقمح الصلب بنحو 30% خلال الموسم الزراعي المقبل نستهدف من خلال حمالة الحصاد القادمة إلى زيادة مساحات القمح الصلب بنحو 30% من أجل تحقيق الاكتفاء ذاتي من القمح الصلب وحاليا تحقق تونس مستوى انتاج 70% من القمح الصلب من الممكن حقا تحقيق الاكتفاء ذاتي من القمح الصلب لقد عملنا مع شركائنا التقنيين والماليين والجهات المانحة على برنامج لزيادة سعة التخزين على المستوى الوطني سنضعف سعة التخزين ولكن أيضا سنقوم بتعزيز سلسلة الخدمات اللوجستية بأكملها للتجميع والنقل للتقليل من المحصول الضائع بمجرد بداية الحرب الأوكرانية التي أسهمت في ارتفاع أسعار الحبوب العالمية أعلنت تونس المعتمدة على الاستيراد عن خطة لزراعة جميع أنواع القمح تستهدف عبرها البلاد إحلال الحبوب المحلية الشحنات القادمة من روسيا وأوكرانيا أكدت وزيرة الاقتصاد الأرجنتيني الجديدة سيلفينة باتاكيس التزم بلادها الكامل ببنود واهداف الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي باتاكيس في أول مؤتمر صحفي لها بعد توليها المنصب ذكرت أن الأرجنتين ستمضي قدما في خفض دعم الطاقة من أجل الاستمرار في تحقيق الأهداف المقررة في الاتفاق البالغ قيمته 44 مليار دولار نحن بحاجة إلى وضع بعض النظام وتوازن في المالية العامة للحكومة لن ننفق أكثر مما أنفقنا سيتم الحفاظ على الأهداف المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي صحيح أنه تم التوقيع على الاتفاقية في سياق تضخم عالمي مختلف ولكن هناك دولا ضعفت تضخمها ثلاث مرات مقارنة بالعام السابق وقد ضعفت بعضها أربع مرات ما يولد تضخما إضافيا في الأرجنتين ختام الموعد الاقتصادي وهذا تذكير بالعنى التضخم وشبح الركود يدفع بالعملة الأوروبية لانهيار تاريخي اليورو يتراجع دون مستوى التعادل مع الدولار الأمريكي لأول مرة على الإطلاق واشنطن تتوقع ارتفاع سعر النفط إلى 140 دولارا للبرميل في حال فشل مجموعة السابع في الاتفاق حول تسقي في سعر الخامة الروسية تدفقات الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر السيل الشمالي واحد تنخفض إلى الصفر فرنسا تصف القطع الكلي لإمدادات بالسيناريو الحتمي والوشيك روسيا توسع نطاقة السعر صادراتها بالعملة المحلية وتتاجه لبيع الغاز الطبيعي المسال بالروبن وفي روبرتاج النشر تابعتهم مع تعطل إمدادات الغذاء من البحر الأسود تونس تطلق خطة للتحرر من التبعية للخارج لضمان حاجياتها من القمح الصلب شكرا لتيبي المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة